مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا جغرافيا على مستوى العالم وظهور بؤرة للمرض في إيطاليا إضافة إلى تسجيل إصابات في كل من مصر والجزائر زادت المخاوث من انتشار الفيروس على الصعيد المحلي آخر هذه التطورات كانت مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض لحالة مواطن ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس إلى إحدى غرف العزل المخصصة وأخذ عينة معملية لتحليلها بعد الاشتباه بإصابته بالمرض قبل أن تظهر نتيجة التحليل خلو الحالة من هذا المرض وفي ظل الإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس دع مركز مكافحة الأمراض المسافرين إلى تعبئة نموذج يظهر بيانات رحلاتهم ومكان إقامتهم إضافة إلى حالتهم الصحية كما أعلن المركز الانتهاء من تجهيز غرف عزل صحي في طرابلس بنغازي ومنفذ مساعد والبدأ في تجهيز غرف مشابهة في كل من مسرات وزوار ونالوت كما أعلنت الملحقية الصحية بالسفارة الليبية في روما عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لأي من أفراد الجالية الليبية أو الطلبة المفذين بعد توسع رقعة الانتشار وعزل مدن بأكملها في إيطاليا ومع استمرار التخوف من الفيروس المستمر في الانتشار بوتيرة عالية في الجارة الشمالية دعا المجلس الأعلى لمدينة زوار إيطاليا من خلال لقاء مع سفيرها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من جانب حكومته للحلولة دون انتقال الفيروس إلى ليبيا بدورها أعلنت شركة مليتا للنفط والغاز إيقاف حركة الطيران وجلب المستخدمين الأجانب من كافة الدول بشكل كامل إلى مواقعها حتى إشعار آخر وذلك بسبب الفيروس مشيرة إلى أنها ستستعين بكوادرها المحلية لتعويض أي نقص متوقع وفي ظل الوضع الحالي في البلاد وانعكاسه على القطاع الصحي نتيجة الحرب المستمرة يبرز تساؤل عن جدول إجراءات المتخذة في الحد من انتشار المرض داخل البلاد